وفاة شاب سوري على دراجة نارية بعد أن صدمه ألماني مدمن مخدرات بلا رخصة بلا رخصة قيادة بالنمسا العليا والشاب ده أنا كنت أعرفه شخصيا الشاب بيري شاب فراعين شبابه 28 سنة إنسان محترم جدا إنسان مؤدب جدا من أسرة محترمة جدا ويفقد حياته على يد إنسان مهمل مدمن مخدرات متاجر مخدرات المفروض كان الحكومة اتخذ ضده إجراء معين بعد ما يتمسك بتجارة المخدرات لكن بدلا ما يخدوا منه الرخصة ويسبوه حر طليق المفروض ده كان يعاقب عقاب أشد لأن الموضوع ده موضوع سهل جدا طبعا وخليني أنتهز فرصة ذكرنا وتقدم طبعا احنا تقدمنا بالتعازي من أسرة إنفجرات وأنا بصورة شخصية لأسرة بري ربنا يرحمه وربنا يسكنه فسيح جناته النهاردة طبعا كان نقل جثمانه إلى مثواه الأخير في في أربيل بين أربيل وبين سوريا مثواه الأخير قررت الأسرة إنه يدفن هناك بتقدم بالتعازي لأسرة زيدين والحج سليمان والد وربنا يصبركو الأصدقاء عائلة موسى حازم وهيفيدار ونرجفان وطبعا نتمنى أني تكون دي آخر لحزان وما نشوفش أي حاجة وحشة من ناحية القانونية نعم شايف حضرتك مثل هذه الحوادث وإن كانت كسرت والنهاردة احنا منزلين خبر عن شاب 26 عام نزل النهاردة اللي هو عمل حادثة بدون أي سبب اللي دخل في الشجرة ده صحيح صحيح لكن هنا الحادث مسبب هل هناك تقصير في الأحكام في الدول دي وإن كان ألمانيا نعم بغض النظر عن ألمانيا يعني أنت لما بتشوف حد بيعمل حاجة ونمسك نمسك في اللاجئين ونمسك في المغتربين اللي بيعمل أي حاجة بقوله نعود نقطع فيه وده المفروض ما يكونش هنا هو ده حلال لابن البلد وحرام على أي لاجئ ولا إحنا أنه مجتمع عايزين نعيش فيه أو نكون متوجدين فيه يعني بالبداية كمان أنا فعلا بتقدم بالتعازي لأسرة الفقيد وطبعا أيضا لا إليك باعتبار كان صديق لا إليك أو كنت بتعرفه بشكل شخصي فعلا شيء مؤلم يعني خاصة هو شاب وطموح أنا اللي سمعت عنه يعني حتى صراحة التفاعل اللي جاء على المنشورات المتعلقة فيه كله عما يحمد فيه ويشكر بأخلاقه وأنه كان فعلا شاب طموح وشاب بناء وشاب يعني مؤدب جدا يعني أنا سدامي أحمد عمري ما شفته يعني ولو خطأ نحن أمام جريمة مكتملة الأرتابي صراحة يعني شخص مصحوب رخصة قيادته كان منتشي بالمخدرات وعن ما يسوق سيارة وما معه رخصة قيادة وعن بيسوق بشكل على ما يبدو بشكل بشكل فوضوي وبشكل عشوائي لحتى قام بهذا الحادث اللي أدى لمقتل هذا الشاب يعني بصراحة مثل ما تفضلت هل فيه تراخب القوانين نعم على ما يبدو جولة تراخب القوانين هل يعني 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 هل هو الشاب نفسه مسؤول والله أعلم بس يعني ما بعرف أنا بصراحة باعتبار أن السائق الألماني مدمن مخدرات داقر مخدرات ومدمن معه وكان مدمن وكان يعني موجود في دمه وانت أبط عليه وهو وليس عندهم فبالتالي قطعا على ما يبدو أن الجريمة كاملة يتحملها يتحملها هذا المجرم هذا المجرم الألماني الذي قام بهذا الحادث وبأن يقود سيارة هو لا يحمل رخصة قيادة ويقود بهذه السيارة وبهذه الفوضوية وبهذه اللامسئولية وهو مدمن ومعه وحده الله بيعلم شو شكلها من نفس من نفس البيئة طبعه من نفس الإجرام هذا المجرم هذا مجرم ويجب محاكمته ويجب مقاضاته ويجب عليه أن يتكفل بكافة التكاليف والمصاريف التي قام بها أهل أهل الفقيد وأيضا تعويضه صحيح المال لا يعود لا يعود لا يعود شيء يعني بصراحة ولكن ولكن ممكن يطلع هذا كمان لسه مجرم ومفلس وحالته زبالة وما يطلع من أمره شيء بصراحة يعني هاي أنا بسميها أحد يعني ضريبة ضريبة هاي البلاد أنه فيها أشخاص مهملين للغاية يعني ليست أنت بتذكر أستاذ ممدوح أعتقد قبل سنة من الآن أيضا شاب بعمر 18 سنة لا يملك رخصة قيادة وكانت نسبة الكحول في دمهم ما بعرف هديش 5 أو 4% وقام بدهس ثلاث أو شخصين عفوا شخصين نمساوي وزوجته بالأربعانيات من عمره يعني هما اتنين بحالة شباب وقتلوا هما على الرصيف وخرجت السيارة من الشارع إلى الرصيف لأنه كان هو معليا منتشي بالكحول وفعليا مخمور بالأحرام هذا المصطلح الأصح مخمور فبالتالي بصراحة يجب أن ندوح فيه فوضى فبالتالي نحن ليش عم ناخد هذا الخبر لأنه ندعو فعليا كل من يقود سيارة كل من يقود دراجة نارية يعني أنا بخاف جدا من الدراجات النارية بصراحة مهما كان تكون النفال يكون منتبه منتبه جدا حتى اللي بيمشي بالشارع ينتبه جدا ممكن يكون فيه أشخاص كتير سكرانين وضايخين ممكن ممكن أنهم بتشوف مقاطع فيديو كتير على الفيسبوك بتشوف ربنا يحفظنا جميعا ويرحموا ويصبر أهله طبعا على فراء